القفل الذكي من LED Tech أكثر من رائع طرق متعددة لفتح القفل منها البصمة إغلاق أوتوماتيكي يمكن تعديل مدته أو إيقافه يمكن أيضاً استخدام الكرت لفتح القفل أو من خلال رقم سري عن طريق لوحة مفاتيح تعمل باللمس بالإضافة إلى التطبيق من داخل وخارج المنزل وأيضاً يمكن استخدام المساعدات الشخصية مساعد أمازون أو مساعد جوجل طبعاً بإمكاننا نستخدم مساعد أمازون باللغة العربية أيضاً السلام عليكم ورحمة الله أهلاً وسهلاً فيكم على قناة ويسما اليوم عنا مراجعة لقفل مميز جداً من LED Tech وهذا القفل متوفر على متجرهم LED Tech.SA والتوصيل عندهم متاح لكافة الدول العربية القفل فيه مزايا كثيرة رح نذكرها خلال هذا الفيديو تركيبه سهل ويمكن إضافة عليه لغاية 200 بصمة و200 كرت و150 باسورد بالإضافة أنه متوفر من هذا القفل أربع ألوان. هذا القفل يمكن إضافته على تطبيق تيتي لوك ويعمل عن طريق البلوتوث والواي فاي بنفس الوقت ولا يحتاجها. القفل عليه ضمان ثلاث سنوات من المتجر. خلينا نتعرف مباشرة على محتويات الصندوق. عنا نموذج بساعدنا على التركيب دليل مستخدم باللغة العربية عنا أيضا قفل الباب مع براغ التثبيت وهون عنا في هذا الكيس مفتاحين مع ثلاث بطاقات IC Card. وعنا أيضا يد الباب الداخلية وفيها بتم تركيب البطاريات وتحتاج أربع بطاريات من نوع AA. حيكا لليد من المعدن وهو متين وقوي وهذه الوحدة الخارجية أيضا معندنها متين وقوي بالإضافة إلى جلد بتخلي هذا القفل مقاوم للماء بدرجة IP55 وبتسمح لنا بتركيبه على الأبواب الداخلية والخارجية بمختلف أنواعها سواء الخشب أو الحديد خلينا نروح على التركيب مباشرة القفل متوافق مع الأبواب بسماكة من 3.5 إلى 6.5 سنتيمتر رح نتأكد من سماكة الباب أولا وبعدها رح نتأكد من مقاسات الكالون رح ناخد طولen نقوم القفل وعرضه بالإضافة إلى المسافة بين منتصف يد الباب ومنتصف مكان تركيب المفتاح ومن طرف الكالون أو من طرف الباب إلى منتصف مكان تركيب المفتاح أو بإمكاننا ناخدها إلى منتصف مكان تركيب عمود اليد أول خطوة في التركيب رح نفك السيلندر عن هذا الباب وبعدها رح نفك يد الباب من الجهتين والآن علينا فك الكالون من مكانه مقاسات كالون الباب الموجود مع هذا القفل متوافقة مع غلب الأبواب في الدول العربية الآن رح نركب القفل الجديد في المكان المخصص لإلوه رح يركب معنا بدون أي تعديلات لأنه مقاساتنا دقيقة 100% والآن رح نحتاج النموذج اللي بساعدنا على التركيب لمتابعة التركيب الجزء الجانبي في النموذج ما رح نحتاجه لأنه الباب مؤسس له قفل هذا الجزء نحتاجه فقط عندما يكون الباب جديد وغير مؤسس له قفل الآن رح نجهز النموذج للتركيب رح نقص شكل عمود أو مصمار اليد على النموذج عن طريق المشرط وهذا بسهل علينا عملية التركيب بشكل كبير وهيك رح يكون شكل النموذج بعد فتح وتعديل مكان للمصمار في هذا النموذج رح نثبت النموذج على الباب عن طريق لاصق بشكل مستقيم عشان ما يتحرك معنا أثناء تحديد أماكن الثقوب في الواقع رح نحتاج نعمل ثقبين فقط على الباب والثقب اللي في الوسط اللي هو ثقب العمود أصلا موجود الثقب السفلي موجود أصلا على الباب فرح تحتاج فقط عمل الثقبين الموجودين أمامنا فقط رح أعلم أماكن الثقوب الآن يمكنكم استخدام أي أداء لتعليم أماكن الثقوب وهذا هو مكان الثقبين اللي رح نعملهم الآن رح أفتح الثقب العلوي بريشة 10 يمكنكم استخدام ريشة من 10 إلى 15 ميلي أما الثقب الثاني فرح أفتحه عن طريق ريشة 16 يمكنكم استخدام ريشة من 16 إلى 25 ميلي الآن رح أفتح ثقب إضافي وهذا الثقب اختياري ورح أفتحه بطريقة بحيث أنه يندمج مع الثقب اللي موجود تحته وهذا رح يسهل علينا عملية التركيب ورح نتعرف على السبب خلال الفيديو خصوصا للأبواب اللي سماكتها أقل من 4 سانتي ونص الآن رح نرجع نركب القفل على الباب والآن رح نجهز اليد الخارجية للتركيب وعندنا نقاط مهمة جدا هون من أهم النقاط أنه السهم الموجود أمامنا لازم دائما يكون للأسفل ممكن يتحرك معنا بالخطأ دائما ننتبهه أن يكون هذا السهم موجود للأسفل إذا ما كان هذا السهم موجود للأسفل لن يتم قفل الباب نهائيا ورح يظل الباب يفتح حتى بدون استخدام البصمة ضروري جدا أنه نتأكد أنه هذا السهم متجه للأسفل عشان يعمل معنا القفل بالشكل الصحيح من المصنع القفل مجهز للأبواب التي تفتح إلى اليمين في حال كان الباب يفتح لليسار رح نضطر نقلب يد القفل الداخلية والخارجية رح نفك البرغ الموجود في الخلف رح نلف اليد للاتجاه الثاني ورح نركب البرغ في مكانه مرة أخرى وعند قلب اليد رح يتجه السهم معنا للأعلى من الضروري جدا تحريك السهم إلى الأسفل مرة أخرى عشان يعمل معنا القفل بالشكل الصحيح والآن علينا تثبيت البراغي في أماكنها وشدها ورح نبدأ بالبرغي السفلي من ثم البرغي العلوي البرغي العلوي في هذا القفل معمول بطريقة ذكية بإمكاننا نركبه بأكتر من مكان إلو سكة ممكن نحركه داخل هاي السكة وهاي الميزة تسمح لنا أنه نركب هذا القفل مكان أي قفل ذكي سابق كان راكب عنه وحبينا نركب هذا القفل مكانه فلن نحتاج ثقوب جديدة حتى لو كانت القياسات مختلفة والآن راح نركب هذا الدبوس وهذا الدبوس وظيفته هو تثبيت عمود أو مصمار اليد في مكانه ومنعه من الخروج من هذا المكان وآخر خطوة تبقت علينا تركيب الجلد على اليد الخارجية والداخلية اللي هي بتخلي هذا القفل مقاوم للماء بدرجة IP55 كما ذكرنا في بداية الويديو وهذه الجلد بتسمح لنا نركب هذا القفل على الأبواب الخارجية وهذا يشمل الوحدة الداخلية والوحدة الخارجية وهيك بتكون اليد الخارجية جاهزة للتركيب في مكانها راح ندخلها في الثقوب المخصصة لإلها كما هو ظاهر أمامنا والآن راح نرتب السلك ونخفيه داخل الثقوب الإضافي اللي عملناه وهذه كانت ميزة هذا الثقوب الإضافي اللي عملناه وهذا بيساعدنا على التركيب بسهولة أكتر وبالنسبة لليد الداخلية راح نربط فقط السلكين معا ونثبت الوحدة في مكانها والآن علينا شد البراغي فرح نشد البرغي العلوي أولا وبعدها راح نضيف البرغي السفلي ورح نشده في مكانه الآن راح نتأكد أن يد القفل تعمل بشكل صحيح وأن لسان القفل يتحرك بسلاسة وسهولة بالإضافة أنه إذا رفعنا اليد للأعلى بدنا نتأكد أن لسان السفلي يتحرك بسلاسة أيضا وهيك بنكون انتهينا من تركيب هذا القفل ورح نركب البطاريات وعددها أربع بطاريات من نوع دابل اي عمر البطاريات على هذا القفل مع الاستخدام العادي تقريبا ست شهور باسورد المصنع لهذا القفل من واحد إلى ستة بعد إضافة هذا القفل على التطبيق مباشرة راح يتم إلغاء هذا الباسورد بشكل كلي الآن رح ننزل تطبيق تيتي لوك ورح نضغط على إشارة الزائد على هذا التطبيق لإضافة القفل وبعدها رح نختار دور لوك والآن قبل ما نضغط نيكست رح نلمس القفل لإيقاظه من وضع السليب وبعدها رح نضغط نيكست رح يظهر معنا القفل بشكل مباشر رح أسمي القفل الآن دور مباشرة رح يطلب منا التطبيق إضافة معلومات الواي فاي الخاصة فينا على هذا القفل عشان نستطيع نتحكم بهذا القفل من خارج المنزل كامل الإعدادات تتم من خلال البلوتوث أما الواي فاي فهو يستخدم للتحكم بهذا القفل من خارج المنزل والآن رح أختار الواي فاي وعطيه الباسورد ورح ألمس القفل مرة أخرى لإيقاظه من السليب وتسهيل عملية الإضافة والآن القفل جاهز للاستخدام جميع إعدادات هذا القفل تتم من خلال التطبيق لا يوجد أي إعداد يتم من خلال القفل نفسه والمدير لهذا القفل أو الادمن هو الشخص الذي أضاف هذا القفل على تطبيقه أول مرة وباسورد هذا الادمن بإمكاننا نغيره من خلال الدخول على السيتينج وبعدها على بيسيك وبعدها على آدمين باس كود وهذا هو باسورد الادمن رح أغيره الآن إلى 2580 وهذا الباسورد له ميزة مهمة جدا رح نحكي عنها خلال الفيديو والآن لو دخلنا على إعدادات الواي فاي في عندنا خيار واللي هو وضع توفير الطاقة ووار سيبينج مود لازم نترك هذا الخيار على وضع الأوف في حال كنا حابين نفتح هذا القفل من خارج المنزل لأنه إذا شغلنا وضع توفير الطاقة هذا القفل رح يضل يدخل في وضع السليب إضافة البصمة على هذا القفل عملية سهلة جدا فقط علينا الدخول من خلال التطبيق على Fingerprint ورح نختار اسم لهذه البصمة طبعا بإمكاننا نحددها إنها دائمة أو نحدد لها وقت معين أو جدول زمني معين رح أختار إنها دائمة والآن علي أمرر أصبعي على البصمة أربع مرات متتالية والآن البصمة جاهزة للاستخدام خلينا نجربها لإضافة كرت على هذا القفل رح ندخل على Cards وبعدها على Add Card وبعدها رح نختار اسم لهذا الكرت وراح نمرر الكرت على القفل مرة واحدة فقط والآن الكرت جاهز للاستخدام أما بالنسبة للباسورد فالخيارات جميلة ومتعددة بإمكاني يختار باسورد دائم أو باسورد ضمن أوقات محددة أو باسورد يمكن استخدامه لمرة واحدة فقط أو باسورد مخصص بخصصه بالطريقة اللي بدي إياها وبإمكاني يختاره بهذه الحالة أربع خنات أو باسورد ضمن جدول زمني والخيار الأخير جميل بإمكاني يختار باسورد يمسح جميع الباسوردات يمكن استخدامه في حالة الطوارئ رح أختار الآن باسورد مخصص ورح أعمله دائم عشان أختاره من أربع خنات ورح أختاره واحد، اثنين، ثلاثة، أربع ورح نجربه الآن مباشرة طبعا أكيد عندنا سجل في هذا السجل بيظهر عندنا كل طرق الفتح أو الباسورد استخدامه لفتح هذا القفل ومن الخيارات الجميلة في هذا القفل أني بإمكاني أعطل وأفعل الريموت أنلوك الفتح من الخارج ولو ضغط تيرن أوف الآن بهاي الحالة لا يمكن فتح القفل من خارج المنزل أو من خلال المساعدات الشخصية نهائيا ورح يختفي عندي خيار الريموت أنلوك من الواجهة الرئيسية للتطبيق والآن رح أرجع أفعله عشان نجربه مع بعض لأن طريقة الفتح من الخارج تعتمد على الزر هذا اللي رح يظهر عندنا الآن واللي هو بسمحلنا نفتح من خارج المنزل في هذا القفل بإمكاننا نلغي الصوت وبإمكاننا نعدل درجة الصوت أيضا هذه الخيار مش موجود بالأخفال الذكية إجمالا وعندنا خمس درجات للصوت بإمكاننا الاختيار بينها والآن رح أجرب ألغي صوت هذا القفل ومن الخيارات الجميلة جدا في هذا القفل واللي مش موجودة في أغلب الأقفال الذكية إني بإمكاني أعطل الأوتولوك أو أعدل على مدته بمعنى آخر بدل من القفل يغلق بشكل سريع أوتوماتيكي بإمكاني أأخر هذا الإغلاق أأخره لعشر ثواني أو أي خيار مخصص بناسب احتياجاتي خلينا نجرب نعطل الأوتولوك والآن لو فتحت القفل لن يتم إغلاق القفل بشكل أوتوماتيكي والخيار الجميل أنه بإمكاني أشيك على حالة الباب من خلال التطبيق ومجرد الضغط على الزر الموجود في أعلى الشاشة على الزاوية على اليمين رح يعطيني حالة الباب هل هو مفتوح أو مغلق وكما هو ظاهر أمامنا أعطاني التطبيق أن الباب الآن مفتوح وبإمكاني أغلق هذا الباب عن طريق الضغط بشكل مطول على صورة القفل وفي هذه الحالة الضغط القصيري على صورة القفل بتفتح الباب والضغط المطولة بتسكر الباب الباسج مود أو وضع المرور في هذا القفل مميز جدا بإمكاني أحدد أيام وساعات معينة لتفعيل وضع المرور ووضع المرور هو اللي بيسمح للأشخاص بالمرور بشكل متكرر بدون ما يتم أغلاق القفل ضمن الفترة الزمنية المحددة على هذا الجدول خليني أورجيكم مثال عملي الآن الساعة الآن 23 و 25 دقيقة رح أفعل وضع المرور على الـ 23 و 27 دقيقة يعني بعد دقيقتين ورح أعطل وضع المرور على الـ 33 دقيقة يعني بعد 5 دقائق من الآن والآن رح ننتظر مرور الوقت عشان يتفعل وضع المرور والآن مر الوقت والساعة 23 و 27 دقيقة والآن لو جربت أفتح الباب رح يظل الباب مغلق رغم أنه دخل موعد وقت المرور وما رح يتفعل وضع المرور إلا بعد استخدام البصمة أو الباسورد أو التطبيق لفتح الباب والآن لو استخدمت البصمة ضمن الوقت المحدد لوضع المرور رح يتفعل وضع المرور بشكل أوتوماتيكي وأعطاني مباشر القفل تنبيه أنه وضع المرور الآن فعال والآن بإمكاني أستفيد من هاي الميزة بمرور الضيوف أو الأشخاص بشكل متكرر من هذا الباب بدون أن يتم قفل الباب بشكل أوتوماتيكي ضمن الوقت المحدد وبعد انتهاء الوقت المحدد اللي أنا حددته لوضع المرور رح يتم إغلاق الباب بشكل أوتوماتيكي والآن الساعة 33 دقيقة انتهى الوقت المحدد وتم إغلاق الباب بشكل أوتوماتيكي وضع الخصوصية في هذا الوضع إذا تم الضغط على كبسة اللوق الموجودة على الوحدة الداخلية بمنع جميع الأشخاص من الدخول من خلال هذا الباب باستثناء فقط شخص واحد وهو الأدمن مالك التطبيق من خلال التطبيق أو من خلال باسورد الأدمن اللي ذكرتلكم إياه في بداية إعدادات القفل في حال تم محاولة اختراق هذا القفل باستخدام أي وسيلة خمس مرات متتالية رح يصدر هذا القفل صوت انذار ورح يتم تعطيل الدخول من خلال هذا القفل لغاية انتهاء صفارة الإدار في حال كانت البطارية فارغة بإمكاننا فتح القفل هذا بطريقتين وعشان نحاكي هذا الموضوع أزلت البطاريات من القفل والطريقة الأولى بإمكاننا استخدام المفتاح المرفق مع هذا القفل لفتح الباب والطريقة الثانية بإمكاننا استخدام باوربانك لفتح هذا القفل عن طريق مدخل USB Type-C الموجود على هذا القفل لإضافة هذا القفل على مساعد أمازون أو على مساعد جوجل علينا تفعيل الخيارات التالية رح ندخل على خيار مساعد أمازون ونفعل Remote Unlock وأيضا رح ندخل على خيار جوجل هوم ونفعل Remote Unlock الفتح من الخارج وأيضا رح نفعل Security Code ورح نختار Password وهذا الباسورد جوجل رح يسألنا عنه عند طلب فتح القفل من خلال مساعد جوجل والآن تبقى علينا أعداد واحد على تطبيق مساعد أمازون رح ندخل على التطبيق ومن بعدها رح نروح على Lock ورح نختار القفل واللي هو اسمه Door وبعدها رح نضغط على Sitting ورح نفعل Unlock by App وUnlock by Voice ورح يطلب مننا التطبيق إضافة Password للفتح من خلال الأوامر الصوتية رح أضيف الباسورد الآن وهيكصار بإمكاني أفتح هذا القفل من خلال الأوامر الصوتية بالإضافة إلى تطبيق مساعد أمازون خلينا نفتح من خلال تطبيق مساعد أمازون الآن لأي سبب إن كان رغبنا في إعادة ضبط المصنع لهذا القفل بإمكاننا القيام بذلك من خلال طريقتين الطريقة الأولى من خلال التطبيق ورح يطلب مننا التطبيق Password نفس الباسورد اللي عملنا فيه اليوزر نيم والباسورد تبعون التطبيق والطريقة الثانية من خلال زر Reset الموجود عند البطاريات وأيضاً رح يطلب مننا القفل Password والباسورد في هذه الحالة 3 أصفار مربع إن شاء الله يكون عجبكم هذا الفيديو إن شاء الله تكونوا استمتعتوا فيه لايك وسبسكرايب السلام عليكم